دكتور مصطفى السعيد يا شباب. نتكلم النهاردة تكميلة على البريكارداليفيوجن. لو سمحت لو انت ما سمعتش او البلوراليفيوجن فما تجيش على المحاضرة دي وتسمحها لازم تسمع عشان تفهم تسمع اللي فات. على فكرة اختصار هي معنة هو عبارة عن تلايفة يا جماعة يعني خنقة. يعني معناها ان في حاجة خنقة الهارت مش عارفها ان هو يتحرك كويس. وده بيقول لك نتيجة الفيبروزيس تلايفات. يعني نتيجة التهاب في البريكارديام اللي بيحيد بالقلب. فعمل لي تلايفات. التلايفات ديات حوالين القلب بتمنع بتمنع حركة القلب او اللي هو الانقباض والانبساط سيستول والديستول. طيب. طيب بص بقى يا شباب. الفرق بين الكنسريكتف بريكارديتس والبلوراليفيوجن. لو انت عرفت دلوقتي الفرق ما بينهم. معايا بالراحة بسرعة كده اختصار كده للموضوع خلص النهاردة. ازاي يا دكتور؟ افتكر معايا في ايه حاجة اسمها البريشار مانيفستيشن لو سمحت. يعني ايه بريشار مانيفستيشن? البلوراليفيوجن المرة اللي فاتت. البلوراليفيوجن. ما تكلم على درس المرة اللي فاتت بذكرك بيه. طيب. البلوراليفيوجن كان ايه المشكلة في البلوراليفيوجن. انه في مية حوالين القلب. المية اللي حوالين القلب ديها تسمها بلورالبريكارديل الفيوجن. البريكارديل الفيوجن ده بيكبر القلب. اه بيكبر حجم القلب. يعني ما هو البريكارديم جزء منين من القلب. لما البريكارديم يكبر ويبقى فيه مياه يبقى القلب بصفة عامة كبر طب لما هو كبر هيضغط وراء القلب مستيريور ليه التراقية القصبة الهوائية طب لما هيضغط هيضغط على بعض على اجزاء في الجسم بما فيهم القصبة الهوائية فيعمل لي ديسنيا يعني العيان لما ينام على ظهره اكتر هتظهر اكتر ليه لان القلب هيبقى كبير فلما ينام على ظهره مع الجاذبية القلب هيضغط على التراقية فيعمل لي ديسنيا عمل لي ايه نهجان فيعمل العيان يستكشف بنفسه العيان ان هو كلما يوطي لقدام فالقلب هيروح تخابط لقدام هينزل لقدام ناحية الاستردام فيريح القصب الهوائية فالدسنة تتحسن فلما يوطي لقدام احيانا بشي يوطي لقدام بس يوطي لقدام اوي بحيث ان راسه تلمس الارض فمعنى كده اكنه بصلي بيسكد فيقولك ده بريير بوزيشن طيب احنا حاجتين متعلقين ببعض اهو يا دكتور في البلورال افيوجن بيبقى فيه اهو في البريكاردال افيوجن بيبقى فيه بريشار مانيفستيشن فالبريشار مانيفستيشن ده يعمل لحاجة اسمها بريير بوزيشن صح كده طيب هنا العكس تماما ليه يا دكتور قالك النهاردة في الكنستريكتب بريكارديدس احنا قلنا معنى الكنستريكتب بريكارديدس هي تليفات حوالين القلب صح؟ بتمنع القلب اتحرك كويس يبقى احنا معناها كده ان القلب حجمه زي ما هو ما كبيرش ولا حاجة والبريكارديم اللي حوالين نفس الحجم هو الاختلاف الاختلاف فيه جودة البريكارديم اصبح ريجد اصبح فيه تليفات ريجد يعني يعني ما بيتحركش تمام؟ طيب يبقى المحاصلة النهائية من الكنستريكتب بريكارديدس ان القلب نفس الحجم والبريكارديم نفس الحجم فالاتنين نفس الحجم فمعنى كده ما فيش بريشار مانيفستيشن مش هتغطوا على حاجة فمعنى كده نوس بشي نو بريير بوزيشن في العيان بش هتلاقي فيه بريير بوزيشن طيب تعالى بقى نتكلم على الكنستريكتب بريكارديدس ايه الاسباب بتاعيه؟ احنا قلنا تعريفه عبارة عن تليفات في الجدارين بتوع البريكارديم اللي بيحواطوا القلب طيب ايه الاسباب؟ الاسباب زاسيم نفس اسباب عشان كده بقولك اقرى الاول البريكارديدس والبريكارديدس زاسيم زي ما عدا اياك تكتب في ضمن الاسباب الروماتيك فيفر لو سمحت لو حضرتك كتبت روماتيك فيفر لو حضرتك كتبت روماتيك فيفر في درس الكنستريكتب بريكارديدس يعني انا اسباب الاسباب اللي دراي بريكارديدس هي نفس اسباب الكنستريكتب بريكارديدس فمثلا لما يجيلك الكنستريكتب بريكارديدس اكتب اسبابه هتكتب زي الابلي كده اللي هو اللي فات اللي هو ايه الانفكشن والراضيشن والانفلتريشن والايتروجينيك والامينولوجيك والتعالى بقى اياك طبعا رينا الفيليار والحاجات دي كلها لو كتبت روماتيك فيفر ضمن عشر اسباب اللي هم معروفة يبقى هتنقص السؤال بالكامل هتاخد صفر في السؤال لانك انت كده مش فاهم لو احنا بنتكلم على البريكاردايتس دراي بريكاردايتس او اكسيوديتف بلورال بريكاردا الفيوجن الناس اللي عارف اللي سمعت من المحاضرات فاهمين انا اصدقى قبل كده لو انت بتتكلم على دراي بريكاردايتس او اكسيوديتف بريكاردايتس يبقى هتضيف الروماتيك فيفر لو انت بتتكلم على الكنسريكتف بريكاردايتس يبقى الاسباب كلها يك تكتب معاهم الروماتيك فيفر ماشي طيب زاموس كومانكوز بقى في الأسباب اللي احنا تكلمنا عليها هدية في كل عشر أسباب يقولك الدرن زي زي برضو البركاردر إفيوجن كانت بيه هو أهم أسباب البركاردر إفيوجن طيب الهيمو ديناميكس يا جماعة يقولك ان انا الفينتريكولر فيلنج يعني الفينتريكولر فيلنج يعني يا جماعة الفينتريكول طبعا احنا عايزين نقول قاعدة بس الاول بغض النظر قبل ما نقرأ هو ايه هيحصل انا عندي ده ريجد اصبح فيه في درسنا النهار ده بتاع البركاردر كونستريكت بريكارد فأصبح هنا ريجد فيه فيبروز فلما فيه فيبروز معنى كده ان القلب لما ييجي يتحرك مش هيعرف يتحرك كويس طب القلب بتحرك حركتين يا جماعة حركة بيصغر فيهم وحركة القلب بيكبر فيهم حلو فلما بيصغر بيصغر ساعة الانقباط ساعة الفينتريكولر سيستول دوت معناها بيصغر ليه بيصغر لانها هيعضلة لما بتنقبط يا جماعة بتصغر هيعضلة في الجسم فالقلب عضلة لما هينقبط ايه هيصغر هنا مش هيواجه مشكلة مع البريكاردر من لبر ليه? لانها مش محتاج مش هيزوق او يدخل في اصراع مع البريكاردر امتى يدخل في اصراع او يحاول يزوق البريكاردر وهنا تظهر المشكلة في مرحلة الفينتريكولر لان الفينتريكولر отно هيريح عشان ياملأ في الدياستولر طب لما يريح هيلاقي ان البريكارديام مش طبيعي مش عايز يريح معاه مش عايز يتمط معاه هنا تحصل المشكلة وهنا يحصل فيلنج ديس أورد فيلنج بيحصل مشكلة في فيلنج في الدايستول طيب امتى بقى يا شباب هو احنا قلنا ان الفنتركل هيكبر في مرحلة الايه او هيتسع في مرحلة الايه الدايستول يبقى اكبر اتساع في الفنتركل في اخر حتة في الدايستول صح هنا المشكلة تتفاقم في اخر حتة في الدايستول لذلك اقربها معايا الفنتركل الفيلنج بتاع الفنتركل بيقل في الليت خلي بقى لك ليت دايستول لقويت زي الاستيكليميتي يعني الاستيكليميتي يعني المط بتاع البريكارديم ان هو ريجد اصلا فما بيمطش معايا طيب كالسيفكيشن معنى كالسيفكيشن اضافة كالسيم لما تضيف كالسيم بيظهر زي العض لان العضم عبارة عن كالسيم هو دا اللي بيظهره لي في اشعة الـ X-Ray فمعنى كان طبعا اي تلايفات في اي مكان في الجسم معرض ان هو يترسب فيه كالسيم فلما قولك كالسيفكيشن يعني معنى كده هيترسب كالسيم ويظهر في الـ X-Ray زي ما حضرتك شايف هنا طبعا كان فيه تلايفات حوالين القلب في البريكارديم اترسب فيه كالسيم فاصبح فيه حاجة اسمها كالسيفكيشن زي ما حضرتك شايف الـ X-Ray هي دا الموضوع الخط الابيض الواضح دا هو خط ابيض صريح جدا هو زي ما حضرتك شايف طيب الـ Clinical picture يعتبر قولنا السيمتومز والساينز السيمتومز اتكلمنا فيها دلوقتي قولنا زي البريكارديم ما عدا ما تقولش خالص من ضمن السيمتومز اللي فيه بريشار مانفيستيشن ويترتب عليه في الساينز هتقول ما فيه شبريير بوزيشن صح طيب هنا بس هتزود في السيمتوم هو دا اللي يفرعك شوية عن البريكارديم ان في 30% من الحالات بيبقى نوع من أنواع الأرزمية هذا منتظام في ضربات القلب اللي هو حاجة اسمها EF إترال فيبرليشن لذلك وانت بتعمل رسم قلب لو لقيت رسم القلب غير منتظم فاحنا بتضيف علاج الـ EF معنا كده غير منتظم في أغلب رسومات القلب الأدم انت مدوم تشوفت غير منتظم في أغلبه بيبقى EF يعني إترال فيبرليشن زبزبة وزينية يبقى نضيف المريفان والحوارات اللي هنتكلم فيها بإذن الله ودي موجودة زي ما قولنا طيب الكاردك ساينز بقى شباب الكاردك ساينز هيبقى ويك ساعة المرة اللي فاتت ويك أو أبس انت إبيك البلسيشن يعني سواء انت هتحس الإبيكس بتاعة الهارت أو هتسمع بالسماع هتلاقي في الحالتين الصوت ضعيف بريكاردك نو نو يعني بريكاردل نو بقى رئيس البركاردل نو بريكاردل يعني البركاردل من الحوال للقلب ونو يعني يطرق الباب عارف نو تخبط الباب يبقى انت هتسمع خطة وإحنا قلنا الخطة دي طب ايه سبب الخطة دي سبب الخطة دي ان في ريجد بريكاردل يعني بريكاردل في تلايفات فالتلايفات ده هيتصارع مع الفنتريك الامت في مرحلة الديستول لان الفنتريك الهيوسع في مرحلة الديستول فلما ييجي الفنتريك الهيوسع هتلاقيه رح خابط في حيطة ايه الحيطة اللي مش عايزة تتسع دي معاه اللي هو البريكاردل لذلك هيعمل لي صوت اسمه بريكاردل فيقول لك البريكاردل ده ده صوت من اصوات القلب لا اصوات من صوت البريكاردل نتيجت ان ده بيحصل طبعا فين في الديستول due to southern halting southern halting يعني relaxed ventricle يعني يقول لك relaxing ventricle ventricle في مرحلة هيخبط هيخبط طب الانفيستيجيشن بقى شباب انفيستيجيشن اكس ري هتلاقي طبعا الكالسيفيكيشن اللي اتكلمنا عليه وخط واضحة هنا اكبر شوية كبر الموضوع شوية وحاطت اسمه على الخط يقول لك اه اخد بالك فيه تلاييفات اه فيه وبانت محظوظ اصلا ازهرت لك من اكس ري انت شخص العيان من بدري طيب تعالى نتكلم في بعد كده في الانفيستيجيشن اه الاسي جي رسم الال طبعا زي المرة اللي فاتت هتلاقي لو فولتج ولكن الفرق شوية عن المرة اللي فاتت اه ان هنا هتلاقي لو فولتج اي نعم يعني الكيو ار اس قليلة اقل من مربع ولكن هتلاقي فلات او انفرت تي يعني بص بقى على تي هات دي التي هات دي تي ويف مقلوبة خد بالك مقلوبة وده مش طبيعي او تي ويف هنا مقلوبة هتلاقي بص كده هنا تي ويف مقلوبة يبقى الكيوهات سوايرة مش سوايرة في الحجم اقل من مربع وكمان تلاقي تي ويف دي المرة اللي فاتت في البركارد كان بس الكيوهات هي القصيرة انما اللي فرق لك البركارد اللي في وجه عن الكونستريكتف موضوع النهاردة الكونستريكتف تلاقي معاية تي ويف يئما فلات مستوية خالص مش بينة يئما تلاقيها نزلة لتحت معكوسة طيب الايكو الايكو بقى بتلاقي طبعا في الايكو اللي هيشوفها في جهاز الايكو فيه يعني البركارد ما هيلاقي تخين هيلاقي فيه وهيستسني ان مش معا ايفيوجن طبعا واحنا شوفناه حتى جبلتلك صور ازاي تبص على الافيوجن في البركارد ازاي تشوفه في الايكو طيب احنا هيبص هيستسني يقولك اه ده انا لقيت فيه بيركارد فيه وما فيش ايفيوجن طيب سيتي ومراي دي جميلة جدا ده الجولد ستاندرد انفستيجيشن يعني يا عمي ازاي تقرأ ازاي تقرأ اصلا السيتي السيتي دي يا جماعة بيجيب تخن الحاجة يعني انت لما تبص على الالم لو انت الالم ده عمله سيتي فانت الالم ده هتشوفه دائرة فقط دائرة طيب جسمك هو مش دائري جسمك بيضاوي فانا لما اعملك سيتي او اما ارقاي انا هشوف جسمك شكل بيضاوي شايفي شكل البيضاوي اهو شكل البيضاوي اهو اهو تمام طب الفقرات شكلها دائرة او زي ما حضرك شايف كل حاجة هتشوف تخنها بس طب القلب اهو القلب اهو تخن القلب دائري او ايه حتى الحتة دي بتمتد هي تنحة الابكس واخد بالك شباب طيب الليمفنود سهتلاقيه دواير اهو دائرة دواير دواير دي الليمفنود تخنها فاهمين يا شباب طيب بص حتى الستردم شايف حتى البيضة دي تخن الستردم مستطيل الستردم كده ايه يعملها تخيلها هتلاقي تخنها مستطيل طيب ايه بقى اللي انت شايفه جديد هنا في السيتيو اليمري هتلاقي الكالسيفكيشن الخط الابيض دا اهو الابيض دا دا كالسيفكيشن تخينه هو بريكاردام فعشان كده هتشوفه اوضح كمان من الVI طيب تريتمينت بقى اكيد تريتمينت في زا كوز واشهر كوز احنا قلناه هنا التي بي والإراديشن فلو فيه لو هي بتاخد اشعاع لا قال للاشعاع شوية لو بتاخد التي بي لو عندها تي بي فلو سمحتي هتاخده علاج التي بي طيب بريكارديكتومي لو حصل مشاكل كتير في الفيلنج ديستوليك ديس فانكشن جامد في الوقت ده جراحيا بنشيل ريجد بريكارديم عشان القلب بنانزعه خالص بعملية جراحية عشان القلب يتحرك بسلاسة وهو كده كده بريكارديم ملوش لازمة قوي اخر حتة اخر نوع تالت ده بقى شباب يعني انا الصورة كنت جيبها طيب يعني اعرف يعني اديسف يعني بص هنا القلب واللي حواليه ده بريكارديم البريكارديم بقى بيالزق بلازم البريكارديم بقى لازق في الاجزاء اللي حواليه اللي هي اللونغ في اللونغ مثلا في الشرايين اللي نزلوا وراه ونزلوا في الاجزاء اللي ماشي ورا القلب يعني القلب لزق فيвонه نزلوا في الاجزاء اللي هو اللونغ والحاجات التانية طبعا طيب ايه اشهر سبب بقى اخد بالك ايه اشهر سبب في الاتيس في بيريكارديت اشهر سبب الروماتيك فيفر ايه ده يا دكتور طبعا انت قلتين الروماتيك فيفر لا بقى احنا عايزين نحط قاعدة دلوقتي في الروماتيك فيفر القاعدة بقى يا جماعة بتاعتنا دي اللي بتيجي امتحان دايما بص بتيجي فيلمس جيو واقول لك بقى ان الروماتيك فيفر كده بتعمل لي نوعين يا شباب من الالتهاب الروماتيك فيفر بتعمل لي خلي بالك كان في انواع الاكسودات اهو في الادهيس في روماتيك فيفر بط نفر اياك تكتبها في الحمد لله احنا كده خلصنا موضوع البركاردال ديزيز ان شاء الله المرة اللي فاتتني المرة جاية نتكلم في ندخل في الجد شوية اه اتمنى ان شاء الله تشيروا اهم حاجة يا جماعة شيروا القناة دي على جروب دفعتكم يعني ارجو من حضراتكم تشيروها على جروب ابيات الدفعة عشان توصلوا الاستفادة لاكبر عدد من الناس واشكركم يا جماعة التفاعل وده اللي مشجعنا ان شاء الله دايما اتمنى منكم اللايك والسبسكرايب والتشجيع دايما وربنا معاكم بالتوفيق اشتركوا في القناة